يا أخي المسلم يا أخت المسلم إذا كنت في حالة لا تشتهي معها لقاء الله اتهم إيمانك سأكون صادقا معكم وطبعا محال أن العبد يكون مقصرا فضلا عن أن يكون مسرفا على نفسه ويشتهي لقاء الله يخاف طبعا ويحب الله لكن يخاف من لقاء الله لأن الله عدل حكم عدل وخاصة ظلمات العباد أما العبد الذي يشتهي لقاء الله ويقول متى أتى وقت لقائه ساعة فيا حي هلا كانوا يقولون هل موت يباع فنشتريه قتل النفس حرام لكن لو يباع نشتري والله الموت لماذا نعجل إلى لقاء ربنا لا إله إلا هو لا إله إلا هو طبعا أعظم الجواز هي لقاء الله أعظم الجواز أن تعيش في جوار مليك هو أكرم كريم وأجود جواز وأرحم رحيم لا إله إلا هو في دار لا تخرب ولا يموت ساكنها أنت من ساكنها إن شاء الله تعالى أنت وأنت اللهم اجعلنا جميعا ترجمة نانسي قنقر